موسيقى لم يبقى لها من أثره سوى صورته منذ طفولته وقميصه الأبيض المعطر بدمه والدة الشهيد ناصر البرغوثي تمسك قميص ابنها بين يديها المرتجفتين وتشد عليه بما أوتيت من قوة وكأنها تقول لا أريدك أن تغادرني ناصر كل الدنيا بتحبه ناصر ناصر في الشعادة اللي بحبه ناصر ناصر معبوب ناصر عاكل ناصر روحي ناصر حياتي بدي أجوز و بدي أخطبه يا ربي يا ربي بننال و بدي أخطبه يا ربي يا ربي يا حبيبي الشهيد ناصر البرغوثي ابن التسعة والعشرين عاما أصيب برصاصة في الصدر خلال مواجهات مع جيش الاحتلال عند اقتحامه لبلدة بيت ريمة شمال غرب رام الله فيما وأصيب أحد عشر شابا آخرين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية الاحتلال إلى الزوال إن شاء الله جميع الشعب يعني بدوا يواجه هذا الاحتلال يعني مش واحد وهذا واللي كانت بيصير في غزة وهذا احنا يعني مع المقاومة يخرى في غزة يعني نصره لغزة وهذا فدى الأقصى وفدى القدس شهيد عند ربنا ناصر مش حدا عادي يعني ناصر حد استثنائي كان كان بيحمل سلوك وصرفات وطيبة واخلاق يعني ما في حدا بالوصف اللي بيحمله كان ناصر انتماؤه كان مش فس انتماؤه ولا يعني علاقاته الاجتماعي وأصدقائه وصحابه كان مع علاقاته مع أصحابه وأصدقائه الأبعد الحدود معه وتحت وطأة العدوان يصل الدم النازف في غزة إلى الضفة التي انتفضت بوجه الاحتلال ومستوطنيه الذين يمارسون القتل يوميا فالتحق الشهيد ناصر بمائة واثني عشر شهيدا ارتقوا في الضفة حتى اليوم الثالث والعشرين من العدوان على غزة ولينضم لقافلة طويلة من الشهداء في غزة قوامها ثمانية آلاف شهيد على الأقل